بسم الله الرحمن الرحيم معكم احمد ووكي في الفيديو ده هنتكلم عن الفريموير اناليسيز طبعا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده كتير عن الفريموير اناليسيز بس الفيديو ده بشكل خاص يكون موجه للناس اللي ان شاء الله يدخلوا امتحان السي بنت الفيديو ده هيكون تطبيقي على اه هنستخدم فيه التوزيع الخاصة التطبيق ان شاء الله هيكون النهاردة على من شركة دي لينك النهاردة هنجرب اول حاجة معنا وهي هنستخدم طول اسمها اه طبعا احنا بنشتغل على اه عشان هو كلها متثبت عليه لو حاولت ان انت تثبت هتستخدمها في على اي توزيع تانية هتحتاج ان انت تشوف اه توزيع قديمة شوية يعني ما نفعش تجيب حاجة او اخر توزيع مثلا من او من اي توزيع تانية وان انت تشتغل عليها او حتى على الكل اه دي اول حاجة تاني حاجة فضلا ان انت تشتغل جوة دوكر او جوة غير اللي انت متعاوض تشتغل عليها لو هتشتغل على حاجة تانية غير او اس لان انت احتمال كبير جدا ان انت تعمل بريك للسيستم او اللي هي بيعتمد عليها ايه السيستم واحتمال كبير اصلا متقدرش تثبت التولز يعني احتمال كبير متقدرش توصل لللايبيريز المفروض اللي انت مفروض توصل لها اه هنبدأ على بركة الله اول حاجة هنروح لل للبيتج بتاعة البروجيكت اللي هو فيرما داين على اه على جيت هب هننزل تحت بالدوكمنتيشن للجزء الخاص بالسيتم طبعا حلقة تمشي على الخطوات بتاعة السيتم لو اول مرة ان انت تشتغل على على التول دي اه في هنا تعديلة بسيطة ممكن انت يضرب معك ارر بس في مكان معين هنروح على الانهواط على السورسز عندنا اكستركتور اكستركتور دوت بي واي هنعمل هنا سيرش رن از تمام هنعمل سيرش بكلمة رن از وهنشيل الارجومنس دول رن از روت ورسيرف سيم لانكس تمام هنشيلهم من الفايل كله يعني هتلاقيهم تقريبا في ثلاث اماكن هتشيلهم من الثلاث اماكن دا مكان تاني لا حددنا عملا كنترول و اف تاني و دا المكان التالت تمام هتشيلهم من الثلاث اماكن لو التول ما اشتغلتش معك لو وجهتك اي مشكلة تانية هتقدر تكلمني في الكماند نرجع تاني هتمشي على الخطوات الموجودة معك و ان شاء الله ما تواجهش اي مشكلة لو انت اشتغلت على اتفاي او اس زي ما قلنا في الاول لان موجود عليه اه ننزل اه تحت هنا تمام من اول هنا اليوسدج دا الفريموير اللي احنا قريدي عملنا له دا واللود اه وهنجرب عليه الفريموير اميوليشن اه طبعا ما تحاولش ان انت تعمل اميوليشن ان انت تعمل اميوليت لفريموير جديد الطول اصلا او التفديت الطول اه تقريبا يعني ما حيش حد بيعمل لها منتين اه اخر اه اخر كان على دوكر فايل مسلا يعني الطول معظم معظم اللي فيها اصلا عد عليها ما لا يقل عن ثلاث سين فما تحاولش ان انت تعمل اميوليت لاي حاجة جديدة يعني لو تعمل اميوليت لاي فريموير جديد او كده حاول ان انت اي تعمل بنفسك يعني حاول تشوف المناسب معه وتحمل وتعمل وتعمل متوافقة مع اللي انت محمله ده وتشوف متوافق معي وتشتغل بالكيمو هتلاقي كتير شراحات زي كده بس زي ما قلنا الهدف الرئيسي من من الفيديو ده ان انت تعدي الامتحان بتاع ال سي بنت اه ننزل على الستوب هنعديها نروح على اليوسيج زي ما قلتلكم خلاص احنا حملنا الملف هنبدأ نستخدم عشان يعمل الاكستراكتر عشان يعمل الاكستراكت الملف في الفريموير بتاعنا ويحاول الملف تارجي يزد عشان دهارة نستخدمه بعد كده ناخد الكومنت ونروح على الترمينال هنا بالفعل انا محمل الملف الفريموير اللي هنشتغل عليه اللي هو ده هنمسح بس اي حاجة جوه الامتج هنا تعود قبل ما تبدأ ان انت تمسح اي ملفات موجودة جوه الفولدر اللي هو الامج اصلي تمام بعد كده هنكتب الكومند انتر تمام هو كده تعرف معنا على الفايل سيستم وانه هو بتاع سكواش اف اس تقدر تبحث عنه او ترجع للفيديوهات القديمة هنبص هنا على الفولدر اللي هو فولدر الامجز نتاكد ان فيه ملف تمام موجود فيه الملف اللي تعمله ايه اكستراكت اللي هو ملف اللي ايه الفريموير بتاعنا او الملف اللي فيه الفايل سيستم مش ملف الفريموير بالكامل هو الجزء اللي فيه ايه الفايل سيستم بتاعنا نروح للخطوة التانية خطوة التانية احنا هنجيب الايه الارتكيتشور بتاعت الايه الفايل بتاعنا او بتاعت الفريموير بتاعنا بالغالب طبعا زي ما قلتلكم قبل كده المظم الراوترات بتكون مبنية على معمارية ام اي بي اس اما الاجهزة اللى العلة من كده بتكون مبنية على ايه؟ علي معمرية ارم مثلا ارم انتين وتثلاثين ارم انتبار ارم انتبار ارم وفي معماريات تانية طبعا غير الارم والم اي بي اس بي حاجات اه heute منهم هنشوف معمارية الفهل الملاف اللي معنا اا زي ما حدرتكم شبايفين المعمارية بتاعته اي اي بي اس هنا بيطلب منك الباسورد الباسورد ده بتاع قاعدة البيانات اللي هي بصد جريس اكوال وطبعا كاتبين اليوزر زي الباس بالزبط لو طلعنا هنا اللي منلفات الـ Setup او الجزء بتاع الـ Setup هنا بتعمل كريات للـ Database بتاعة الـ Tool وهنا بيقول لك استعمل الباسورد فيرما داين فاحنا استعملنا الباسورد فيرما داين عشان بعد كده لما اسألنا في اي وقت عايز باسورد الباست جريس اكوال تتديلو الفيرما داين تمام بعد كده هيعمل لود للفايلات اللي هو عمل لأكستراكت جوه الـ Database بالـ Command دا طبعا اطلب الباسورد هو هنا بيقول Already Exist دابل كيت كيفاليو تمام لان احنا استخدمنا نفس نفس ملف الفريموير دا قبل كده فالـ Entries دي اصلا موجودة جوه الـ Database قبل كده فمش هيقبل ان هو ايه يضيفها تاني بس طبعا في استخدامك للـ Tool في اول مرة مش هيظهر معك اي error زي دا فاحنا هنقدر نتخطى الخطوة دي في الحالة اللي زي كده يعني لو تاني مرة تشتغل على الـ Tool وطلع لك الـ Error دا فتقدر تتخطى عادي بعد كده سودو الملف دا هيعمل الـ Image دي بقى اللي قلت الحركة ان انت تعملها يدوي لو الـ Tool مشتغلتش معيك انا عايز الـ Password Mounting Kimo Image تمام اه هو هنا خلاص خلاص اعمل الـ Image بتاعته طبعا هو هنا كارية Image فاضية وبعد كده عمل له format في السيستم اللي استخدمه في الغالب هيبقى XT3 او XT4 زي ما حاداتكم شايفين هنا عمل create file system create fs بعد كده عمل لها mount في الـ develop وبعد كده نسخ جواهة الفايلات جاب طبعا اللاستة بتاعت الفايلات من الـ database اللي هو كاريتها وبعد كده اخد ملف الـ Passwd او عمل له backup وبعد كده عمل empty root password بس دي شوية الحاجات اللي هو اعدل عليها في الـ image قبل ما يعمل لها re-back هننزل بعد كده الملف التاني هيعمل اه يعني زي شبكة كده للكيمو هيعمل الـ network interface للكيمو عشان تقدر ان انت بعد كده تـ access الـ framework من خلال الـ web ui او ان انت اصلا تـ access services بتاعته كلها سواء ويب او غيرها ايه نكتب نفس الـ command وطبعا عشان هو بتعامل مع الـ database نكتب نفس الـ password التاني هنضينا مشكلة permission denied ايه 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 ممكن تشتغل بالـ fake root لو جينا نبص فوق هنا اصلا في requirements اللي هارج بتثبت بتثبتها في الاول احنا بنثبت تقريبا الفيكروت. اقوت هنا. لما تثبت الفيكروت. عشان في بعض آآ هنا او بعض مش هتشتغل معي غير بالروت برميشن. وهي ما بتبقاش محتاجة اصلا في حاجة. فالحل في الموضوع ده بدون ما تستخدم السودو او تدي لها صلاحيات السوبر يوزر. انت بكل بساطة تقدر ان انت تستخدم الفيكروت. نرجع تاني للترمينال. فأنا بيكتب انه بياخد ستين ثانية بس هو في الحقيقة بياخد اكتر من كده. طبعا دي قطوة قبل النهائية قبل ما نعمل رن للبريموير. تمام. جاب لك السطر ده انترفيس وادى لك الاي بي اللي اخره مية. وبعد كده يبقى انت كل حاجة تمام معنك. اه حصل اي حاجة غير كده. هتنزل تحت هنا. في الا لو ملقتش الفايل بتاع الرن. وهتشوف اه دي الخطوات اللي انت تقدر تستخدمها عشان تترابل شغط الموضوع ده. تمام? مع انه طبعا ما فيش نبيش اي مشكلة حصلت يعني فهنكمل. خطوة اللي بعد كده ان احنا نعمل رن للبريموير. اكي? اللي ظاهر قدامنا ده الكنسول بتاع الجهاز. يعني لو معنا الهارد وير ده. والجهاز بيبوت. ودخلين عليه من خلال يوارد انترفيس. ده نفس اللي احنا هنشوفه بالزبط. من خلال اليوارد. زي ما حدك شايف هنا الويب سيرفز اه تمام شغالة. دي اتش تي بي شغال. وصل معنا الحد welcome to sdk. هنا اطالب معك لوجن. طبعا نعرف ليزر الباسورد بتوع الاا الديفايز ده. نقدر نستخدمهم. بوت. باسورد. كده احنا معنا على الفريموير كأنه شغال جوع الهارد وير بتاعه. ايه اللي احنا نقدر نستفيده الوقت? نقدر ان احنا ناكسس مسلا الويب سيرفز بتاعتي. ده الجهاز اوات. ده بيونايب تلتمائة واشرين. ادمن. باسورد. طبعا مش كل هتكون شغالة معك هندرد برسنت. اه بس اه تقدر ان انت تريفيو الجهاز كأنه هو عندك. يعني تقدر تريفيو الفريموير كأن معك الهارد وير. وهنا انت معك روتشل عليه. كأنك داخل على الجهاز من خلال اليو ارد. ده هتكون نهاية الفيديو معنا عشان الفيديو ما يطاولش دي نهاية الجزء الاول اطلاق الله في الجزء الجاي هنتكلم عن الفريموير بشكل اعمق شوية نستخدم الطول اللي هي بين اوك. اه طبعا انا مش هقدر ادلها لفلاجات. بنسبة للمتحان بس اللي هيمشي على الفيديو ده و الفيديو الجاي بازن الله هيجيب مية في المية في الجزء او الموديول الخاص بالاي او تي. اه بامتحان السيب انت بازن الله. اه ده هيكون نهاية الفيديو معنا بشكركم على حسن المشاهدة و الى اللقاء.